العاصمة العلمية للمملكة فاس بهذه المدينة تعمل جمعية قافلة النور في مجالات اجتماعية عديدة وخلال هذا الشهر المبارك صهرت الجمعية على إعداد حفلات إفطار جماعي بعدد من مراكز الرعاية الاجتماعية بالمدينة من هذا المخزن تبدأ العملية كل يوم بإعداد المؤونة وجمع تبرعات وطهو الحسائل المستفيدين من عملية الإفطار استرنا واحد البرنامج لودي الفطور الجماعي للفئات الهشة درنا مراكز الرعاية الاجتماعية درنا دار الفتاة درنا المركب الاجتماعي باب الخوخة درنا السجن المدني عن قادوس درنا السجن ديال صفره الاعتمام بهذه الفئات هذه هو من الواجب ديالنا جميعا وخاصة القطاع ديال التعاول الوطني بمعيات الجمعية الشركة جمعية تهماوية واللي حقيقة تقدم كل العناية والدعم المستفيدون اليوم هم نزلاء مؤسسة التجمع لرعاية المسلمين نشاط يدخل في إطار التكافي الاجتماعي تجاه فئات المجتمع تحملها على عاتقها جمعية قافية النور وروادها هو جزء من إحراك الذي تعرفه البلاد على مستوى العمل الاجتماعي يعيد البسمة لوجوه هؤلاء المسلمين المحتاجين إلى التفاتات من هذا القبيل ترجمة نانسي قنقر